سلام وامان ورحمة عليك ايا كان مكانك في هذه الارض اهلا بيكو اعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج امرأة من كوكب ارض الحلقة النهاردة عن التغذية الصحية او الغذاء الصحي هنتكلم ازاي نزود منعتنا بالاكل الصحي الاكل الهلسي يعني ايه اكل صحي عندنا كتب السماوية كلها وربنا سبحانه وتعالى دانا الجسم ده امانة يعني ايه امانة يعني لازم اجباري ان انا اكل اكل صحي لو كانت اكل من صحي ده يعتبر حرام على فكرة يعني لان ربنا قال في كورم اسم الاحمر رحيم واكلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تضغوا فيه فيحل عليكم غضبي فقد هوى يعني ايه يعني انا لما اكون معدتي قد كده واكل اكل كتير عشان اخلي معدتي قد البلونة كده انا بضمر جسمي لان الجسم ده امانة وربنا يا حاسبنا عليه ألاقي من 3 ايام واحد على الفيس يقول لي احنا هنأكل اكل صحي ومش هندخن ومش هنشرب سجيل عشان نموت بصحة كويسة يعني ايه تموت بصحة كويسة مش فهمة ربنا جابنا الدنيا هنا مش عشان نموت ربنا جابنا هنا عشان فيه اختبار مفروض احنا بنكون ماشيين في هذه الدنيا فيه اختبار معين ربنا ادينا الجسم امانة يعني هيحاسبنا على الجسم اللي انت اللي هو الدهولك ده فلازم تاكل اكل صحي عشان مش يجيلك امراض مش يجيلك الضغط مش يجيلك السكر لكن مرحلة تانية بقى اللي هي الوفاة دي مرحلة تانية هيقولك سياستك عملت ايه في الارض هو مش خلقك عشان تموت اساسا احنا طبعا عشان فيروس كورونا وعشان وباء كورونا عايزين نزود المناعة بتاعتنا فهنتكلم النهاردة عن الاكل الصحي مع الدكتورة دينا حسن محمد اخصائي التغذية وعلاج السمنة وطب القصر اهلا بك يا دكتور اهلا بحضرتك وكل المشاهدين وكل سنة وانتوا طيبين ويا رب بيجعل السنة دي سنة سعيدة علينا كده باذن الله وتكون تعويضا عن السنة اللي فاتت ان شاء الله عايزين تكلمينا بقى دلوقتي احنا فيروس كورونا وباء في كل العالم عايزين نقوي المناعة من خلال التغذية تمام طبعا فيروس كورونا هو احنا في الفترة اللي احنا فيها هو انتشر فعلا وفيه سلالة جديدة وتحور بشكل غريب ولازم نحافظ طبعا على المناعة احنا مش قدامنا اللي احنا نحافظ على جهازنا المناعة ونقوي هنقوي جهازنا المناعة اللي احنا برضو نحافظ على الجهاز الهضمي اللي احنا نقوي الجهاز الهضمي ازاي والبكتيريا النفعة الموجودة في الجهاز الهضمي اللي احنا طبعا ناكل الأكل الصحي نقطر من الخضروات نقطر من الفواكه عشان جهازنا يكون فيها ألياف طبعا عشان الجهاز الهضمي والبكتيريا النفعة تنشط فيه نازل ننام طبعا على قلل النوم يكون 8 ساعات ليلا والنوم ده مهم جدا أولا النوم كمان بيزود معدل حرق في الجسم النوم بدري في ناس يقولك أنا بنام 8 ساعات بالنهار طبعا ده ميحسبش وده طبعا هيقل المناعة ومش هيكون مضد الأجسادة ولا هيزود معدل الحرق فالنوم ويكون النوم قبل الساعة 12 لأن فيه السموم بتقل والجسم بينق نفسه من السموم قبل الساعة 12 8 ساعات على القل بالليل وغير كده الجروس هرمون بيزيد والموت بتاعك بيتحسن ده في النوم بالليل فيه حاجات تانية برضو زي الرياضة الرياضة بتلعب دور مهم جدا في الفترة دي لازم على الأقل الرياضة يقولك أنا بروحش جيمة أنا خايف من الكورونا الأماكن المغلقة ممكن يلعب في البيت مفيش مشكلة في البيت أو تنزلي تحت بيتك نص ساعة بس ماشي قبل ما تاكلي ده حلو جدا بيزود معدل الحرق وبيحافظ على جسمك وبيقول مناعة جدا أو ممكن يلعب في الابن اير في الأندية في النوادي الحاجات دي مثلا أو فيه أو في بيتك مفيش مشكلة بس لازم الحرقة دي الصبح طبعا أو نط الحبل يعني ده فكرة جميلة الناس اللي مش عايز تخرجوا خايفة ممكن يجيب حبل في البيت والنط الحبل ما فيش مشكلة خالص أو الرأس برضو الرأس كويس جدا الرأس لو هزوم ده أيوة لا ده الرأس عموما ده حاجة عرفتها برضو معلومة عن الرأس الرأس بيطلع الطاقة السلبية من الجسم جدا فعلا وبيديك طاقة إيجابية أي موسيقى ترقص عليها دي حاجة عارف اللي بيعمله زار زمان ويدا نوم يتنططوا ومش عارف أيه الكلام ده فعلا دي حاجات بتطلع الطاقة السلبية لدارس طاقة يعني فهو مفيد وكمال في نفس الوقت بيخسس وفيه مسابقة على فكرة في البرنامج اسمها يلا نخس اللي عايز اشترك في المسابقة دي 012-7-36-22-9 يتواصل معنا مع أسر البرنامج لأننا هنجمع عدد من اللي هم وزنهم زايد على الحد وهيمشوا على ضاية معين لفترة معينة اللي هيخس في الفترة دي هيكون ليه جايزة من البرنامج كمين يا دكتور؟ تمام والرياضة برضو بتقلل الاسترس وتغير من موت بتاعك طبعا دي مهمة جدا تاني حاجة طبعا هتقوليلي دي حاجة مش مهمة جدا غسل الايد غسل الايدين قبل الاكل غسل الايدين دي بيحمي من فيروسات وبكتيريا كتير جدا تمام لازم نخسل ايدنا طبعا ومش نخسل ايدنا نكاروت في غسل الايدين يعني غسل الايدين مثلا لازم نقف نفتح الحنفية ناخد اي صبون اي صبون سايل صبون اللي عندك مفيش مشكلة نخسل الايد ازاي بقى إحنا هنحط الأول الصابون الستهيل على أدينا تمام وبعد كده بندعاكه كده وندعاكه كده وبعد كده نغسل إيدنا كده وكده تمام ماشي ونفرق بين الصوابع ده لازم على قل 20 ثانية يعني غسل الإيد ده على قل 20 ثانية تمام وكده 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 بعد كده بنغسل إيدنا بالماء ونقفل الحرفي ده كده لازم غسل الإيد في الفترة اللي إحنا فيه وأقول لازم يكون قبل الأكل تمام في حاجات تانية بقى زي طبعا نبعد نقلل السكر 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 ودي حاجة أساسية لأن أي وجبة سكر حوالي مثلا 50 جرام وجبة سكر بتقلل المناع للنصف شوف يبقى أنت يقديها دي مثلا أنا بأخذ حتة بسبوسة أديك طبعا ده لازم يتمنع تمام في الفترة اللي احنا فيها دي يقول لك أي مرض بيجي من زيادة السكر طبعا من ضمن الحاجات الأساسية برضو الزعل والسترس الحالة النفسية والراحة النفسية الحالة النفسية رقم واحد خلي بالكم والأكل الصحي رقم اثنين ها لازم الاكل الصحي والحالة النفسية دي لازم حتى لو تسمعي مثلا المعدل من القنصر إسداد جدا في الفترة الأخيرة السكر زاد الضغط زاد كل دي أقولك من زعل شديد أنا زعلت فجالي القنصر أنا زعلت فجالي ضغط علي علي أنا زعلت فجالي سكر ده كله من الزعل الشديد فإحنا نحاول بقدر المستطاع هنعرفين طبعا الزروف اللي إحنا فيها بس نحاول بقدر المستطاع مع الرياضة مع الأكل أنا قلت لهم أنا كمدربة تنمية بشرية بقول أن الزعل يعني رفض الأشياء يعني رفض الواقع ما أنت ما ترفضش الواقع ربنا رزقك بحاجة وحشة مثلا خلاص أنا متقبلها لو أنت تقبلتها يبقى أنت مش زعلان الزعل هو الحزن الحزن ده بيعمل أمراض كتير جدا مجرد تزعل من حاجة حتى لو فرحت في حاجة يعني حتى لو فرحت قوي بحاجة بيعمل لك مرض ممكن يجي لك سكتة لباية في ناس بتفرح لنلازم فيه توازن ما ينفعش تفرح قوي ولا ينفع تزعل قوي بالضبط تقبل أي شيء وخلي مشاعرك حيادية على طول ومش تخلي مشاعرك تجرك أنك تروح تاكل الأكل غير صحي شهوة الأكل الشهوة هي اللي بتجرنا فعشان كده مش عايزين مش عارفين نخس احنا قلنا 2021 كل سنة طبعا وانتوا طيبين 2021 لازم نخس بالزوء بالعافية هنخس وانا هنخس معاكم كلنا لازم نخس 2021 كمية دكتور صدر احنا قلنا طبعا السكر والزعل وطبعا فيه حاجات أساسية زي مثلا الجلوتن بقى الجلوتن وكل جميع المغبوزات اللي فيها الجلوتن زي دي الابيض زي الشعير الحاجات دي نمنحها تماما من أكلنا طب معينا أستاذ محمد قالو هادي يا فاني هادي أستاذ هادي اه يا فاني اه 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 ساني يا أستاذ هادي تفضل اه بسكت شاكوتي لنها زلت الوز بالشكل زيادة يعني شكل مفرد جدا اه انت وزنك زايد اه يا فاني فيه ضاية الدكتورة هتقوله في آخر الفقرة ماشي فانت لو عايز تشترك معنا في المسابقة تيجي هنا آآ عشان تمشي معنا في المسابقة اوكي تمام مفيش مشكلة اشترك معاكو بس الفكرة ان انا كنت عايز بس رايز الدكتورة يعني في الديارة المفروطة اللي هي يعني الوزن بيزيد بسرعة جدا الوزن بيزيد بسرعة جدا تفضل ماشي اوكي دكتورة هتقولك تفضل تفضل شكرا يا محمد متشكرة جدا هادي يا فاني اه شكرا يا هادي متشكرة اه اجاوب على السؤال هو ليه وزن بيزيد بسرعة اه ما استاذ هادي مفروط برد نكون عارف هو عمل تحليل ولا معملش عمل تحليل غدة عمل تحليل غدة تليمة سليمة مفيش اي حاجة فيها لا 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 وعمل تسور الدم كاملة كويسة ممتد يعني وسكر وكل حاجة مزبوطين مفيش مسكرة طيب حضرتك بتاكل كتير يعني بسيط بسيط معدل اكلك امتد اه يا فاني معدل اكلك بتاكل بالليل كتير بس باكل ده باكل بدخها شوي اه بالزبط اه ماهدي برضو مشكلة المفروض يا فاندم المفروض ناكل نفطر فطر كويس جدا يعني الصبح بدري زي ما انا قلت للاستاذة داليا اللي احنا الصبح بدري قبل بنفطر ننزل حتى نصف ساعة نلعب رياضة ده بيفرق جدا في معدل الحرق نصف ساعة قبل الفطر نلعب رياضة وبعدك نرجع بقى ناكل الاكل الصحي اللي مفروض نقول عليه ده زي ما يكون واجبتك للفطار الناس ولاقة اشغالها يعني حضرتك تنزل مثلا الصبح بدري يعني تنزل بقى تتمشي حالك حضرتك لو زبطت وقتك لو زبطت ومشي مؤمن الصبح بدري ممكن نمشي بالليل يا دكتورو يعني ممكن يزبط وقته اللي نصف ساعة يمشي مفيش مشكلة هو الصبح ممكن هقول لحضرتك تانية حاجة تانية نمشي حتى يعني رابع ساعة حتى نتحرك بس قبل الفطار بامش يا فنديم بامشي وبتحرك وبتحرك كير جدا وياخد باله من السعرات اللي داخل الفطار بتاع حضرتك بيكون مكون ازاي الفطار بتاع حضرتك ممكن مخطرش خارج لا ما هديه مشكلة جامدة جدا انت كده بتخلي جسمك يحوش الدهون يحوش الدهون لان انت دخله في مجاعة جسمك على فكرة زكي جدا وهيقول ده الراجل ده ما بيأكلش طب انا بقى همسك في الدهون عشان بيحصل مجاعة بقى في الجسم فلازم يا استاذ هادي لازم تفطر ولو تفطر حتى بيضة الصبح سمرت فكهة لازم ده اساسي الفطار معاها طب حق قطعة زبدة صغيرة ده بتزود معدل حرق الدهون جدا على فكرة الفطار لازم يا فندم اه شكرا يا استاذ هادي هرد على حضراتك بر شكرا يا استاذ هادي شكرا شكرا جدا يعني بالنسبة لأ استاذ هادي ده لازم نفطر الصبح يا بدري لازم ويكون اكله يكون على الساعة خمسة ده اخر وقت بيأكلها جاعين بالليل ياخد زبادي بالشوفان ياخد سمرت فجهة يشرب مشروبات دافية بس اساسنا في حياتنا الفطار نمبر واحد الفطار لان انت ما تفطاري هتلاقي جسم بيحرق تمام وانا طبعا في اخر الحالة هقول على نظام غزائي ضاية غزائي ان شاء الله نوضحه للجمهور باذن الله طب بالنسبة للسيام المتقطع يا دكتور ايه هو السيام المتقطع السيام المتقطع برضو وانصح استاذ هادي بيه هيبقى كويس جدا معي طب يا ريت تقولي له السيام المتقطع يا فندم احنا بنسوم حوالي 16 ساعة ومدمنهم ساعات النوم يعني ساعات النوم انا نمي الساعة مثلا 8 بالليل حال حسب وقت حضرتك اهي ان كان مثلا نمت الساعة 9 بالليل تمام اقوم الساعة كم مثلا يعني اقومت الساعة 7 اعد بقى الوقت ده كلنا نمت حضرتك بتعدي مثلا انت اخر وجبة هتكليها الساعة 9 اه لو هتنامي الساعة 9 هتنامي بقى كم ساعة سيها هتنامي 8 ساعت 8 ساعت تحسبي بقى اه من اول الساعة 9 تعدي 16 ساعة اه من 9 اللي هنامها فيها ده انت هتنامي هتسحي الصبح هتشربي ما سيوم متقطع فيه مشروبات اللي انت عايزاها تشربي قهوة تشربي قرفة تشربي ينسون بس كله بدون سكر كله بدون سكر ومية طبعا وانا عايز اقول لحضيك برضو من ضمن الحاجات البتقوي المناعة شرب المية ده مهم جدا بالنسبة لتقوية جهاز المناعة على الاقل انا بصلي كم صالة في اليوم خمس صلوات بعد كل صالة بشرة كباية مية ده لازم ده اساسي في حياتي واستحتم بقى في الفترة اللي احنا فيها دي نحطها على القطرات لمون مع المي بتقوي طبعا المناعة عشان فيتامين سي عشان فيتامين سي طبعا ده مهم جدا جدا لتقوية جهاز المناعة وبالنسبة برضو تقوية جهاز المناعة برضو عشان برضو بدون قطع لحضرتك الفيتامين سي وفيتامين دال والزنك ده من البروتوكول دلوقتي على الكورونا الحاجات دي اساسية في على الكورونا لو احنا هنقول مثلا مش هنقدر نجيب أدوية ممكن ناكلهم من الأكل الطبيعي هو المفروض يا دكتور المفروض للأكل الطبيعي يعني أنا ما بحفظ أو أحب أن أنا روح أجيب فيتامين من الصيدلية الصراحة أنا كله طبيعي ربنا خلق لنا الشمس فيها فيتامين دال ربنا خلق لنا البرتقان اللي يصفي خلاص كله طبيعي صح؟ في ناس يعني في ناس في الفترة اللي احنا فيها دي عندهم شغل عندهم مشاغل ما بيلحقوش يأكلوا أكل يعني عاود بقى بالتابليمينت يعني على الأقل فيتامين سي ماشي موجود فين فيتامين سي فين الناس اللي بتنسي تأكل بالضبط موجود فين في الفلفل الفلفل بأنواع كله فيتامين سي طبعا الفلفل الرومي الكيوي ده عالي جدا في فيتامين سي الأفوكادو طبعا اللمون والبرتقان والحاجات دي كلها بس الناس بالعالية في الكيوي والفلفل الألوان طبعا مش قادر يأكل فيتامين سي نأخد بقى صبل منت من بره فيتامين ده لازم فيتامين دال ده لازم ناخد صابلة من تعودية طبعا عن فيتامين دال الفترة اللي احنا فيها دي من ضمن البرتكولات الفيتامين دال ده اساسي هناخد كمان الزنك الزنك موجود بقى في كل حاجة الزنك موجود في اللحوم الحمراء والفراخ والاسماك طبعا والمحار بكمية كبيرة جدا الزنك القومي جسري والحاجات اللي بتقوي طبعا الزيوت دي كلها لازم مهمة جدا للتقوية الجهاز المناع بالنسبة بقى للسيوم متقطع زي ما احنا قلنا لحضرتك اللي احنا بنصوم 16 ساعة كلهم بنشرب سويل هنشرب قهوة هنشرب ينسون هنشرب الجنزبيل في الفترة دي مهم جدا لان الجنزبيل من الحاجات اللي بتقوي جهاز المناع جدا القرفة بالجنزبيل القرفة بالجنزبيل او الجنزبيل لوحده وعندك حضرتك برضو الكركم الكركم ده كويس جدا احنا ممكن نعمل حاجة وصفة جميلة جدا انا بحيط بعملها بجيب ماء دافية وحط عليها مثلا معلقة كركم ومعلقة جنزبيل تمام وبعد قطرات اللمون نص لمونة وبتتشرب دي مفيدة جدا لتقويات جهاز المناع قركم وغنزبيل ونص لمون اعلى مية دافية دي مشروب كويس جدا ممكن نشربه في الانترميتن فاستنج اللي هو السيام المتقطع المنيجي بقى نفطر حضرتك حضرتك سومت 16 ساعة هنفطر ايه؟ نفطر بساعة كيه؟ نفطر بقى الاكلات 16 ساعة بالزبط يعني عن 16 ساعة بالزبط يعني عن 16 ساعة بالزبط الرز والمكارونا والحاجات دي؟ نعم هنفطر ايه؟ لازم يكون واجبتنا الأساسي يكون فيها بروتينات وطبق الصلطة الأساسي بأنواعه كلها بكل الألوان الأخضر الفلفل والأحمر الطماطم البصل مهم جدا جدا لتقويات جهاز المناعة عايز تخطي توم فاصل توم ما فيش مشكلة كل ده ايه؟ بروتين وخضروات اه بروتين وخضروات ده أساسي عايزة بقى تقللي لو كاربس شوية ممكن ناخد أربع معلق رز مع الأكل ده بس أساسك بروتين وخضروات ودهون لو هنحط مساء مع الفرخة ممكن نحط معلقة زيت زيتون ممكن نحط الفرخة مفيش مشكلة حتة زبدة صغيرة مع عينة الفرخة كان دهون يا دكتور ممكن طبق وقصرات مفيش مشكلة بس في ناس يقولك خليت دسم كده المعلومة دي برضو نعايز ألقيها من دكتور خليت دسم ده مش صحي يعني حتى لبن يقولك خليت دسم موظم ده كده يقولك اشربي لبن خليت دسم لا طبعا انت مش صحي لان انت بتاخذ الظهون اللي فيه وبتشليها خالص ده طبعا نص دسم ما فيه لا كامل الدسم كامل الدسم لانت الدهون مهمة جدا لجسم كيفانت عشان تكون يا حضرتك عارف وهنفطر طبعا كده مع طبق السلطة اللي فيه كل الألوان بقدونس والجرجير والحاجات الأستية اللي حضرك عارفها دي بس ده كده واجبتنا لها الأستية اللي هي الفطار بتاعنا وعادي نفطر بعد 8 ساعت الفطار هنفطر 16 ساعة في يوم طب معينا مادام دينا من الفيوم ألو ألو أيوة مادام دينا شكرا يا مادام دينا متشكرين طيب دلوقتي انت قلت الصبح هنأكل بروتين وغدار الفطار بتاعنا اه بعد ما نصوبي 16 ساعة يعني الفطار غدا اه اه ما ده لغدا بتاعك اه الغدا هو الفطار الأول واجبة هاخدها في الصيام المتقطع هي الغدا واجبتين يعني غدا عشاء واجبتين يعني الصيام المتقطع واجبتين اه واجبتين واجبتين بس مع السويل طبعا طول ما انت صعي طب ألوم أهلو السيدة دينا معنا اه حضرتك يا فندم أهل وساني يا فندم اتفضلي ممكن تكلمة الدكتور يا فندم اتفضلي كلميها كل عام وأنتو بخير كل سنة وانت طيبة حبيبتي وانت طيبة قليلة تخ حضرتك يا فندم كل ما بأكل خيار خيار حضرتك عندك كولون بقىoly لقى ايه? معرفش يا فندم والله ما كشفتش يعني انت لازم تكشفي طب الدكتورة هترد عليك اه حضرتك تكشفي بطني وتعملي برضو تحليل براز ونشوف برضو هل فيه كولون كولون العصبي ما برضو من الاكل غير صحي لان الحاجات البصل والطعم والبقليات بقى نوحة بتعمل انتفاخات طبعا في البطن وبتعمل مغس ده لو حضرك عندك الكولون وفيه ادوية معينة برضو هادمة يعني ممكن هنقول مثلا هنقولنا لسه هقول للاستاذة داليا برضو الحاجات اللي بتقوي البكتيريا النفع اللي موجودة في الجهاز الهضمي هنأكل زبادي وهنشرب لبن رايب الحاجات دي بتقوي جدا البكتيريا النفع عشان نعرف نهضم الاكل لان حديدك عندك مشكلة برضو في الهضم تمام يا فندم ونقل الاكلينة ناخد الحاجات اللي فيها الياف عشان نهضم ولازم تكشف طبعا بطني ونشوف المشكلة فيه كولون ولازم تساعد الهضم يعني تاخد حاجات بتساعد الهضم عندها تمام طيب نكمل بعد الوقبة الغداء في الصيام المتقطع هنأكل ايه بعد كده ما احنا خدنا خلاص أكلنا البروتين بعد ساعتين ثلاثة بقى حضرتك تكل الوقبة بقى العشاء لو فيه مثلا عشاء ناكل بقى الزبادي ناكل الخضار برضو الصلطة دي أساسي معاك يا فندم يعني طبق الصلطة والمية ده أساسي مع طيب هنطلع فاصل يا دكتور ونرجع تاني